إذا فقية تجارة الحورة في القارة الأفريقية تجعل دول الأفريقية سوقة كبيرة جدا من خيص الاقتصاد والتجارة والإشثمار هذا يعني أن ترثبر أكثر من خمسين دول الأفريقية بعض وحالبعض وحالي يسهل على دول العالم القيم بالتجارة والإشثمار في أفريقيا وكذلك تساعد دول الأفريقية في المكافأة المشتركة للوباء وفي الوقت نفسه أعتقد أن هذه هي فرص كبيرة لصين إن الصين هي شريك راسخ في ظن انتشار فيروس كورونا الجديد تصابر الصين على تعاون مع دول الأخرى نأمل في أن مبادرة الحزام والطريقة سيتلاحم مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية لضمان تداول السلع في الاتجاحين في المرحلة الخاصة وتعامل المشتركة مع عزمة السلاسل التوريد وقعت 54 دولة في الاتحاد الأفريقي على اتفاقية التجارة الحرة في القارة الأفريقية حتى الآن فيما صرح البنك الدولي مؤخرا أن منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي تم إنشاؤها على هذا النحو ستعمل على تقليل الحواجز غير الجمركية للبلدان المختلفة وتوسيع قدرات السوق وتسهيل التجارة والاستثمار